اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في 5 على 18 لما اضربها بالالة الحزبة هيطلع معانا 25 حولتها اصبحت الوحدة بتاعتي متر لكل ثانية الرقم ده كم؟ 50 الرقم ده كم؟ 25 الخمسين بالنسبة لخمسة وعشرين قدها مرتين يعني اسمها الضعف وبالتالي نختار رقم ده اللي هو ضعف رقم اتنين استغرق محمد زمن قدره عشر دقائق للوصول الى منزله فاذا كان يتحرك بسرعة متوسطة مقدارها 3 متر كل ثانية فان المسافة من منزله الى المدرسة او اعوز مين؟ اعوز المسافة احنا عارفين المسافة اللي هي فيه بتساوي عين في زين تعالى نعود عندي عين اللي هي السرعة السرعة اللي بكام بتلاتة يبه تلات فيه الزمن عندنا اللي هو عشر دقائق بس هنا كتب لي ايه بالثانية فلازم احاول الزمن ده ايه لثواني يبه هضرب العشرة احنا عارفين اديها فيها كم سانية فيها ستين سانية يبه هضرب عشرة دقائق في ستين هيطلع معها كم ستمائة سانية هنعوض بها في القانون بتاعنا هنا يبه تلاتة في ستمية هيطلع معها كم الف وتمنمائة انا بجيب مسافة متر لما اجدور كده في الاختيارات مفيش الف وتمنمائة متر مديني هنا خمسمائة متر تمنمائة متر واحد وتمانية من عشر كيلومتر واحد وخمسة من عشر كيلومتر فهعمل ايه هحول اللي هو المتر ده الى كيلومتر طب انا احاول ازاي هقسم الف وتمنمائة على الف عشان الكيلومتر فيه الف متر لما اقسم ده على ده هيطلع معايا كم هيطلع معايا واحد وتمنمائة من عشر كيلومتر يبقى انا ده لاتحولت المتر اللي ايه الى كيلومتر يبقى اللي يختار الصحل ورقم مين رقم جيم واحدة قياس السرعة هي اول حاجة طبعا عندنا متر لكل ثانية انما طبعا ده يتو واحدة قياس العجل خلي بالنا كل من السيارات والطائرات يتم تزويدهم بايه لمعرفة قيمة كل من السرعة والمسافة التي يقطعها اي منهما يطلع الفرامل ولا حزام الامان ولا اعداد السرعة ولا محدد الموقع طبعا الصحة عندنا عداد مين عداد السرعة سرعة سيارة مقدارها 120 كم كل ساعة بالنسبة لسرعة سيارة مقدارها 40 متر كل ثانية يطلع اختار ايه اما جابوص قدع الوحدات هنا كيلو متر كل ساعة هنا متر كل ثانية هل ينفع قارن ما ينفعش لازم يخلوهم الاتنين زي بعض فاعمل ايه احاول كيلو متر كل ساعة الى متر كل ثانية يبقى عندنا 120 اضربها في كم الله ينور عليكم في خمسة على 18 لما اضرب 120 في خمسة على 18 رايطلع معي 33 و 33 من 100 متر لكل ثانية يبقى عند الرقم ده 33 و 33 من 10 وده 40 33 و 33 من 100 بالنسبة ل 40 اكبر والقال طبعا ايه اقل منه وبالتالي نختار رقم 1000 اقل منه رقم 6 طائرة بدأت رحلتها الساعة العشرة صباحا وكانت تتحرك بسرعة مقدارها 200 كيلو متر كل ساعة لتقطع مسافة مقدارها 1000 كيلو متر فإن موعد فإن موعد وصولها يكون الساعة كام عاوز موعد الوصول يعني عاوز الزمن احنا عاوز احنا عاوز الزمن بساوي الزمن بساوي المسافة اللي هي فيه على السرعة اللي هي عين تعالى نعود مقديني مسافة كام مقديني مسافة 1000 كيلو متر يبقى 1000 على السرعة هي اللي كام 200 كيلو متر كل ساعة يبقى أسم على 200 لما أسم 1000 على 200 هيطلع معي خمسة أنا بجيب الزمن هنا مقديني الوحدة هي بالساعة خلي بالنا يبقى أقول له خمس ساعات تمام طيب وبعدين هو اللي هنا الطائرة ثلاثةamiliar كام الصبح الساعة عشر صباحا هزود علي كام خمس ساعات يبقى عندي هنا عشرة بعدها كام أحداشر اتناشر واحدة اتنين تلاتة يبقى توصل الساعة كام الساعة تلاتة عصرا يبقى هنا اللي جابة السالسة ايه عصرا يبقى أنا دلوقتي عملت ايه الرقم اللي هي موعد اللي هي آه انطلاق الطائرة فيه اللي هي الساعة عشر صباحا هزود عليه خمس ساعات اللي أنا حسبتهم هيطلع معي ساعة كامل ساعة تلاتة عصرا حاصل ضرب ضعف مقدار الزمن في نصف مقدار السرعة هي ايه تبتعلم مع بعض كده حاصل ضرب ضعف مقدار الزمن ضعف مقدار الزمن يعني اتنين زين في لنبقى اللي حاصل ضرب في مين في نصف مقدار السرعة يعني نص عين نص عين دلوقتي الاتنين ديات هتروح مع الاتنين ديات هيصبح عند مين اللي قدامي زين في ايه في عين صح ولا لا حال وقوي طبعا لما سألك زين في عين هيدين ايه طبعا هيدين ايه المسافة يبقى نختار مين اللي هي رقم جيم اللي هي المسافة رقم تمانية يستارك الطالب خمستاشر دقيقة للوصول الى مدرسته عندما يتحرك بمتوسط سرعة اتنين متر كل سانية هنا مديني سانية خلي بالنا فلازم في البداية كده هحول اللي هو الدقيق ده ايه الى ثواني هحوله ازاي يبقى هدرب الخمستاشر فيه احنا عارفين اديها فيها كم سانية فيها ستين سانية خمستاشر في ستين هيطلع معايا تسعمية سانية ده والحاجة ايه عملناه طلب من ايه يحسب المسافة الاجمالية يبقى عاوز مين عاوز المسافة اللي هي فيها احنا عارفين ان فيه اللي هي المسافة بتساوي يعين في زين في الزمن يعني تعالوا نعود بيدينوا السرعة كم ايه اللي اتنين متر لكل سانية يبقى هدرب اتنين اللي هي السرعة فيه الزمن جبناه كم تسعمية اتنين في تسعمية هطلع معايا كم الف وتمنمائة بجيب هنا مسافة الوحدة بتاعتين متر طلب من مين عاوز المسافة الاجمالية مسافة ايه الاجمالية طب هنا قال لي هنا خد هنا وصل لمدرسته عندما يتحرك بسرعة كزا احسب المسافة الاجمالية التي يقطع الطالب عند زهابه الى المدرسة والعودة مرة اخرى طب دلوقتي في الرحلة الزهب بتاعته خد قد ايه الف وتمنمائة متر طب العودة ما هي نفس الرقم يبقى هجمع هنا يبقى عندي هنا مسافة الاجمالية اللي هي فيه بتساوي الف وتمنمائة هضربها في اتنين او اجمعها لأيه الف وتمنمائة ايه ان كان يديني نفس ايه نفس القيمة اللي هي كام اللي هي تلات تلاف وستمائة متر لما اجاب بص هنا القيمة ده مش موجودة عندي هنا قدامي فهيعمل ايه هاسم ده على الف يبقى تلات تلاف وستمائة على الف عشان نحولها الكيلو متر هيطلع معايا كام هيطلع معايا تلاتة وستة من عشرة كيلو متر يبقى عندي اللي جابة رقم بيه تلاتة وستة من عشرة رقم تسعة اذا تحركت سيارة ودراجة من نفس الموضع من نفس المكان وفي نفس الاتجاه هما الاتنين في نفس الاتجاه وكانت سرعة السيارة خمسين متر كل سانية وسرعة الدراجة عشرة متر كل سانية فانه بعد مرور اربعة سانية تصبح المسافة بينهما كام متر يبقى اول حاجة نعمله هنا هنجيب المسافة بتاعت السيارة وبعد كده المسافة بتاعت الدراجة والنتج عنده اطرحه من بعضه تمام؟ عشان هنا اعاوز ايه؟ اعاوز هنا المسافة بينهما قد ايه؟ هندي كده نحسب اول حاجة عندنا كده المسافة بتاعت السيارة يبقى عندنا فيه؟ بالنسبة للسيارة بتساوي المسافة زي ما احنا عارفين بتساوي عين في زين بتساوي عندنا عين بالنسبة للسيارة خمسين وهو ايه اللي الزمن موحد عندنا اللي هو اربعة سانية خمسين فاربعة هيطلع معايا كم؟ هيطلع معايا متين متر ده بالنسبة مين؟ بالنسبة للسيارة هنجيب بعد كده المسافة بالنسبة للدراجة بتساوي نفس القانون عين في زين بتساوي عندي هنا بالنسبة للدراجة ايه اللي كام؟ ايه اللي عشرة في اربعة نفس الزمن هيطلع معايا كام؟ اربعين اربعين متر واعوز المسافة بينهم الاتنين اقول له اذا المسافة بينهما بيتساوي الرقم الاولاني كام؟ متين ناقص الرقم التاني كام؟ اربعين لما اطرح ده من ده يطلع معايا كام؟ مية وستين متر يبقى عندنا الإجابة مية وستين متر تعالى نبص كده على الاختيارات يبقى نختار مين؟ مية وستين متر هنيجي بعد كده نسوا الرقم عشرة صوب ما تحته خط قطار يتحرك قطار يتحرك يقطع مسافة قدرها ميتين كيلو متر في مية وخمسين دقيقة تكون سرعته يطلع ديه طبعا ده غلط عاوزين نشيله نكتب الصح مكانه ايه ودروقتي بيسألنا على مين؟ بيسألنا على السرعة احنا عارفين النعين اللي هي السرعة بتساوي فيه اللي هي المسافة على الزمن تعالى نعوض عندنا مسافة ايه اللي كام؟ ميتين كيلو متر على الزمن كام؟ ممكن اسيمه زي ما هو ممكن احوله لساعة طب هنا ممكن فيه كزا طريقة قدامي اولا هنا لو انا حولته لساعة حوله لساعة ازاي؟ عندنا اللي هو مية وخمسين ديتنا ها اسمها على اه ستين مية وخمسين على ستين هايطلع معي ساعتين ونص يبقى اسم الميتين على ساعتين ونص اللي هي اثنين وخمسة من عشر عشان نجيبها بالكلومتر لكل الساعة لما اسم د 所以 ده هايطلع معي 80 كيلومتر لكل ساعة يبقى شئي للرقم ده وقت ما كانه كام؟ 90 دية تخلى كام؟ 80 ده التصيح بتاعه ممكن طريقة تانية ممكن اسيب ده زي ما هو يبقى عندي هنا برضا كالصورة نفس القانون عندنا بيتساوي 200 على كم على 150 لما اسم 200 على 150 هيطلع معايا 1 و33 من 100 بس في الحالة ديتنا ها هخلي الوحدة بتاعتي متر هخليها كيلو متر عشان هنا بالكيلو متر لكل دقيقة خلي بانا يبقى الوحدة هنا في الحالة ديت كيلو متر لكل ايه لكل دقيقة ده صح بالنسبة لنا وده صح شوفي الاسم بالنسبة لك ايه هنحل مع بعض كده ورقة العمل الحصة المدرسية او السؤال اكتب المصطلح العلمي ادل على اول حاجة السرعة التي يتحرك بها الجسم عندما يقطع مسافات متساوية في ازمنة متساوية طبعا ديت السرعة المنتظمة المنتظمة هنجي رقم اتنين اكتب المصطلح العلمي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم اللي قطع نفس المسافة في نفس الزمن ديت عبارة عن السرعة المتوسطة المتوسطة اللي احنا من سماعين شرطة هنجي بعد كده رقم ثلاثة سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لمراكب ساكن او متحرك دي السرعة النسبية السرعة النسبية اختر الإجابة الصحيحة السرعة متوسطة للسيارة تقطع مسافة مقدرها خمسة واربعين كيلو متر خلال زمن قدره ساعتان ثم قطعت مسافة مقدرها ستين كيلو متر خلال زمن قدره اربع ساعات تسوي كم كيلو متر كل ساعة هنا كيلو متر وهنا ساعات يعني هنا مش هحاول اي حاجة وهو اعوذ طالب من يمين السرعة ايه المتوسطة عين شرطة فاقوله بما ان عين شرطة بتساوي المسافة كلية في على الزمن الكلي تعالى نعود المسافة كلية عندنا كم عندنا اول رقم كام خمسة واربعين زائد المسافة التانية كام ستين على الزمن اول زمن كام ساعتين زائد الزمن التانية قدره اربع ساعات لما اجمع خمسة واربعين وستين هيطلع معايا مية وخمسة اتنين واربعة ستة مية وخمسة على ستة هيطلع سبعة واتشرة ونص انا بجيب هنا ايه السرعة الواحدة بتاعت ايه كيلو متر لكل ساعة يبقى نختار مين سبعتاشر ونص اللي جاي برقم سيه ازا كان مصار حركة الجسم المتحرك كما هو موضح بالشكل فان السرعة متوسطة للجسم بتساوي كام متر كل ثانية هجب بص على الواحدة كده متر كل ثانية كله ايه بالمتر كل ثانية فاللانا اعملوه نكتب القانون بتاعنا ونعوض يبقى قلوه بما ان عين شرطة بتساوي المسافة كلية على الزمن كل بيتساوي تعالى نعوض كده هنجمع المسافات اول مسافة عندنا كام طبعا المسافات تخلي بالنا ده المسافة اربعة متر اربعة زائد بس هنا كام خمسة زائد تلاتة متر زائد سبع متر زائد خمسة متر تعالى نحسب الزمن هنا كام اتنين ثانية زائد هنا تلاتة ثانية هنا اتنين ثانية هنا اربعة ثانية اخر الزمن عندنا اتنين ثانية لما جمع دول كده اللي فيه دول هيطلع معايا اربعة واشرين يبقى يساوي اربعة واشرين دول لما جمعهم هيطلع معايا تلاتاشر لما اسم اربعة واشرين على تلاتاشر يطلع معايا واحد وتمانية من عشر ايه الوحدة بتاعتي بيجيبي السرعة متر لكل ثانية يبقى الاجابة رقم الف واحد وتمانية من عشر من الشكل المقابل نستنتج ان ازا ما احنا شايفين ديات السيارة الصفرة السرعة بتاعتها ستين كيلو متر كل ساعة السيارة التانية ديات تمانين كيلو متر كل ساعة فبقول هنا رقم الف السرعة الفعلية للسيارة الصفراء تساوي عشرين كيلو متر كل ساعة دي عشرين نقدم ستين اصلا اصبح كلان دي غلط مفروض ستين رقم بيه السرعة النسبية للسيارة البوني اللي هي ديات بالنسبة لمراكب في السيارة الصفراء هنا مراكب موجود فيها تساوي عشرين كيلو متر كل ساعة زي ما احنا شايفين السيارتين هما الاثنين ماشيين فين في نفس الاتجاه وبيسألنا على مين على السرعة النسبية احنا عارفين السرعة النسبية بتساوي يبقى اقول له السرعة السرعة النسبية لان السيارتين هما الاثنين في نفس الاتجاه بتساوي السرعة الفعلية السرعة الفعلية نائس سرعة المراكب طيب عندنا السرعة الفعلية بكام عندنا السرعة الفعلية بتمانين لان المراكب موجود في السيارة الصفراء زي ما اقول لي لان هنا بقول لي ايه بالنسبة لمراكب في السيارة مين الصفراء يبقى هنا المراكب موجود هنا يبقى ديات السرعة الفعلية وعند ديات السرعة المراكب السرعة الفعلية كام تمانين? وسرعتهم مراكب كام ستين? تعال ان كده انا عوض. يبقى عندي هنا السرعة الفعالية تمانين? ناقص. سرعتهم مراكب ستين? لما اقتراحهم هيطلع معي كام? هيطلع معي عشرين كيلو متر لكل ساعة. يبقى ازن فعلا عشرين ايه? عشرين كيلو متر صح. في ازن العبارة ديات صح. في ايدي الاختيار الصح. يبقى الاجابة رقم مين? رقم بيه. هنشوف اللي بعدها من المرة كده. السرعة النسبية للسيارة الصفراء. الصفر. لمراكب السيارة البوني. المراكب موجود هنا. تساوي مية واربعين كيلو متر. نجمع الاتنين. لا طبعا ده هما الاتنين ايه? بيمشوا هما الاتنين ماشيين في نفس الاتجاهية. يبقى كلام ده غلط. المفروض اطرح السرعات ما اشتاج معها. يبقى كلام ده غلط. السرعة النسبية للسيارة الصفراء بالنسبة للمراكب يقف على الرصيف. تساوي عشرين كيلو متر كل ساعة هنا بالنسبة للمراكب ساكن هتسوي نفس الصور عليها كم ستين كيلو متر فاصبح كلام ده غلط يبقى كده اللي جابة الصح رقم بها رقم سبعة ازا قطع العداء مسافة مقدارها خمسة وستين عداء يعني واحد يجري خمسة وستين متر جريا في زمن قدره يبقى هنا هيجري خمسة وستين خمسة وستين متر في زمن قدره قدره خمسة ثواني خمسة وستين متر في زمن قدره خمسة ثانية ثم عادة الى نقطة البداية اما رجع تاني طبعا لما يرجع تاني هيكون نفس المسافة اللي هي كم خمسة وستين مش هتتغير بس الزمن هنا اللي تغير اصبح كم تلاتين ثانية فبيطلب مني هنا بقول ليه السرعة ايه المتوسطة للعداء اثناء رحلة الزهاب ورحلة العودة ورحلتها الزهاب والعودة كم متر طبعا دي اضغلت في السؤال هنا هي اثناء رحلة الزهاب والعودة تمام يبقى عاوز هنا مين السرعة ايه المتوسطة للعداء اثناء رحلتها الزهاب وايه رحلتها اللي هي الزهاب والعودة يعني هنا هتطلب مني عين شرطة اللي هي السرعة متوسطة بتسوي المسافة كلية على الزمان الكلي المسافة كلية اللي هي كم عند هنا خمسة وستين رايح وخمسة وستين راجع يبقى كم مية وتلاتين بس احنا نعملها بالتفصيل خمسة وستين زائد خمسة وستين على الزمن رايح في قدية خمسة ثواني ورجع في قدية في تلاتين ثانية هيصبح كم خمسة وتلاتين لما سمية وتلاتين على خمسة وتلاتين هيطلع معي تلاتة وسبعة من عشرة متر لكل ثانية يبقى اللي جاب رقم به تلاتة وسبعة من عشرة رقم تمانية في احد السباقات قامت دراجة بخارية متسكل بعمل سبع دورات حول ملعب مربع على شكل مربع مربع الشكل طول ضلع عشر امتار يبقى المربع ده طول الضلع بتاعه كم عشرة متر في زمن قدره عشر ثواني في ان السرعة متوسطة للدراجة بتسوي كم طيب تعالي نعمل مع بعض كده على هيئة مسألة دلوقتي عندنا دلوقتي عندنا اللي قال لي هنا الملعب لشكل مربع ده مربع انا افضلت خلاص قال لي طول الضلع بتاعه كم عشرة متر فلازم الاول كده نحسب المحيط بتاع المربع ده محيط مين المربع تمام فالمحيط هنا عشان نحسبه محيط المربع بيساوي المربع اللي هو قم ضلع اربعة وطول الضلع كم عشرة هيطلع لي كم اربعين اربعين ايه اربعين متر ده اللي هو مين طول المحيط بتاع اللي هو المربع اللي قال لي عليه وهلا قال لي هنا الدراجة لفت سبع دورات حوالين اللي هو الملعب ده يبقى اضرب سبع في كم اربعين يبقى عند هنا سبع في اربعين هيطلع معي كم السفر اللي اربع سبع في تمانية وعشرين يعني ميتين وتمانين متر وطلب مني اصلا ايه كان بيطلب مني مين السرعة احنا عارفين السرعة لايه عن شرطة السرعة متوسطة بتساوي المسافة على الزمن يبقى بيساوي عند هنا المسافة كام متين وتمانين وعند الزمن قال لي لف فقدي ايه قال لي لف هنا قال لي هنا في زمن قدر ادي ايه عشر ثواني عشر ايه سانية يبقى عاوز مين الزمن عندنا عشر ثانية يبقى يسمع العشر ميتين وتمانين على عشر فقام تمانية وعشرين متر لكل ثانية يبقى ندور على رقم كام تمانية وعشرين يبقى عندنا الإجابة رقم بيه تمانية وعشرين متر كل ثانية هنيجي رقم تسعة قامت الشرطة بمطاردة أحد اللصوص وكان اللص يقود سياراته بسرعة مقدارها عشرين متر كل ثانية واطلقت الشرطة رصاصة باتجاه اللص يبقى هما الاتنين في نفس الاتجاه وكانت سرعتها سبعمية وعشرين كيلو متر كل ساعة فإن السرعة النسبية للرصاصة كما يقدرها اللصو يقاطرها تساوي كم كيلو متر لكل ساعة زي ما احنا شافين هنا الوحدة كام عشرين متر كل ثانية الوحدة هنا كام كيلو متر كل ساعة وهو طالبها بايه طالبها عندي بكيلو متر كل ساعة فلازم أحول الرغم ده إلى كيلو متر كل ساعة اللي هو العشرين ده يبقى عندنا عشرين فيه هادر بالمراض في كام في طمانتاشر على خمسة طمانتاشر على خمسة عشان أحولها لكيلو متر كل ساعة هيطلع معي اتنين وسبعين كيلو متر لكل ساعة ده أول حاجة عملناها احنا اتفقنا هما الاثنين ماشيين في نفس الاتجاه اللي هي السيارة بتاعت اللي هي اللص ده وكمان الرصاصة قال لي باتجاه اللص يعني هما الاثنين في نفس الاتجاه هما الاثنين في نفس الاتجاه طيب هنجيب السرعة النسبية لأنه طلب مني مين السرعة ايه السرعة النسبية السرعة النسبية زي ما احنا عارفين بتساوي يبقى أقول له السرعة النسبية بتساوي السرعة الفعلية للجسم ناقص سرعة المراكب يساوي تحت يساوي عندنا هنا اللي هي السرعة الفعلية للجسم اللي هي كام 720 اللي هي سرعة الرصاصة وهو ماشي أصلا بسرعة كام 72 المطرح ده من ده هيطلع معي 648 كيلو متر لكل ساعة هندور على الرقم ده يبقى عندنا الإجابة 648 اللي هي الإجابة رقمين رقم جيم إذا قطع والب بضراجاته مسافة مقدارها 300 متر في دقيقة ثم قطع 420 متر في الدقيقة التالية يبقى عندنا أول ديئة 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 مثلا قطع ديئة 300 متر ده في أول ديئة بعد كده في الديئة التانية قطع اللي هي 420 متر ده في الدقيقة التانية فإن السرعة المتوسطة التي يسير بها في الدقيقتين معا كم متر كل سانية طيب هنعمل إيه هنا دلوقتي عاوز السرعة المتوسطة اللي هي عين شرطة عين شرطة بتساوي المسافة كلية على الزمن الكلي المسافة كلية عندنا كم هنا كم 300 زائد المسافة في الديئة التانية كم 420 على الزمن الكلي خلي باللي هنا عاوزة إيه بالمتر كل سانية طب هنا الوحدة دي بالمتر بس دي بالديئة فلازم أحاول الديئة إيه لسانية نحن عارفين الديئة فاكم سانية فيها 60 يبقى أول ديئة معناها 60 سانية والديئة التانية الديئة التالية فيها 60 سانية يبقى دلوقتي 300 زائد ربا ومية وعشرين هيطلع معيها 720 60 وستين مية وعشرين لما أسم ده على ده هيطلع معيها 6 متر لكل سانية يبقى نختار رقم ألف الإجابة 6 متر كل سانية هنحل مع بعض كده الواجب اختر الإجابة الصحيحة العاملان اللذان يمكن بيهما وصف حرك الجسم ما هما طبعا عندنا الصح اللي هي رقم ألف المسافة والزمن رقم اتنين سرعة سيارة مقدارها 120 كيلو متر كل ساعة بالنسبة لسرعة سيارة مقدارها 40 متر كل سانية طالما الوحدات مختلفة لازم أخليهم الاتنين زي بعض يبقى عندي هنا أحاول اللي هي 120 كيلو متر كل ساعة إلى متر كل سانية يعني هضرب فيه 5 على 18 لما اضرب 120 فيه 5 على 18 ريطلع معي 33 و33 من 100 متر لكل سانية الرقم ده أصبح 33 و33 من 100 ده 40 33 و33 من 100 بالنسبة ل40 طبعا إيه؟ أقل منه يبقى الإجابة رقم ألف أقل منه رقم 3 إذا تحركت سيارة بسرعة منتظمة مقدارها 90 كيلو متر كل ساعة فاذا يعني أنها قطعت مسافة قدرها قد إيه؟ خلال 40 سانية بيسألنا على مين؟ بيسألنا على المسافة إحنا عارفين أنه فيه؟ اللي هي المسافة بتساوي عين في زين السرعة في الزمن تعالنا عوض السرعة يلي كام؟ السرعة أي يلي أي يلي هنا كام 90 كيلو متر كل ساعة وهنا إيه بالثانية فلازم هنا أخلي هنا أحول ده المتر كل سانية يبقى أضرب 90 90 في 5 على 18 5 على 18 لما أضرب 90 في 5 على 18 يطلع معي 25 25 متر لكل سانية يبقى أضرب عندي هنا السرعة بيكم 25 يبقى عندنا السرعة بكام؟ بـ 25 الزمن أي يلي بكام؟ بـ 40 يبقى 25 في 40 هيطلع 1000 1000 إيه؟ 1000 متر يبقى عند الإجابة رقم بيه؟ اللي هي 1000 متر رقم 4 عندما يزيد الزمن المستارك لأربعة أمثال قيمته لقطع مسافة معينة فإن السرعة يطرق إيه اللي يحصلها؟ إحنا عارفين إن عين اللي هي السرعة بتساوي المسافة على الزمن قال لي اللي حصل عندي هنا قال لي هنا لما يزيد الزمن لأربعة أمثاله يعني أصبح هنا في أربعة طب دلوقتي لما أسألك سؤال هو إيه العلاقة بين السرعة وبين الزمن؟ العلاقة بينهم مع العلاقة عكسية علاقة إيه؟ عكسية طب ده زاد ده زاد لأيه؟ لأربعة أمثال ده لما يزيد إيه اللي يحصل له ده؟ يبقى السرعة تقل يبقى والحاجة تقل ده والحاجة عرفناه طيب هاتي إيه؟ ده زادت ده أربعة أمثال صح؟ يبقى عمل إيه؟ الأربعة اللي هي عند ديت أبدأ أحط شرط الكسر كده وحط واحد فوق فأقوله تقل إيه؟ تقل للربع يبقى عندي هنا لما ده يزيد اللي هو الزمن لأربعة أمثال السرعة اللي يحصل لها علاقة عكسية زي ما إحنا تفقنا هتبدأ تقل بس هتقلها ده إيه؟ لواحد على أربعة يعني الربع يبقى الإجابة اللي هي السي تقل إيه للربع نخلي بالنا العلاقة بين السرعة وبين المسافة علاقة طردية خلي بالنا إنما العلاقة بين السرعة وبين الزمن علاقة عكسية فعشان كده اخترنا إيه؟ تقل إيه للربع من الجدول المقابل نستنتج أن مرحلة التي تتحرك فيها السيارة بسرعة أكبر ما يمكن هي المرحلة رقم كم؟ مدين هنا مرحلة من واحد لأربعة وعند هنا مسافة بالكيلومتر وده الزمن عشان نجيب طبعاً اللي هو السرعة اللي بيكلمنا عليه احنا عارفين إن عين اللي هي السرعة بتساوي المسافة على الزمن فنبدأ كده نجيب كل مرحلة المسافة على الزمن نشوفها يطلع معنا كام وأكبر رقم نختاره فعند هنا أول حاجة اللي هو عشرين على كام؟ عشرين على اتنين فكام فقال عشر بعد كده 24 على 6 فاكم فا لاربعة 22 على 2 فاكم فيها اللي 11 24 على 3 فا 8 طلب مني هنا إيه؟ أكبر سرعة أكبر سرعة اللي هو أكبر رقم عندي اللي هو كام 11 إبه نختار اللي هي مرحلة رقم كام رقم 3 إبه الإجابة اللي هي سي اللي هي رقم 3 رقم ستة تساوي السرع في الزمن السرع في الزمن السرع عندنا كامين إلي كامين إلي اثنين في الزمن هنا قد إيه عشر دقيقة وهنا إن واحدة هنا بالثانية فهنا لازم حاول ده للثواني هحاول هنا قد إلي السواني يعني هضرب العشرة وديها فيها ستين ثانية في كم في ستين عشرة في ستين هيطلع مياه كم ستومية ستمائة ثانية يبقى هضرب اتنين في كام في ستمائة لو الزمن اتنين في ستمائة هيطلع معي كام الف ومتين بيجيب مسافة الواحدة بتاعتي متر مقاببصت هنا مفيش الف ومتين فحول ده الى كيلو متر يبقى هاسم الف ومتين على الف عشان نحوله الى كيلو متر هيطلع معي واحد واثنين من عشرة كيلو متر يبقى الاختير الصحة اللي هو رقم سي واحد واثنين من عشرة كيلو متر رقم سبعة النسبة بين سرعة جسمة تحرك بسرعة اتنين وسبعين كيلو متر كل ساعة وسرعة جسمة اخر تحرك بسرعة عشرين كيلو متر كل سانية زي ما احنا شايفين هنا الوحدات مش شكل بعضها هنا بالكيلو متر كل ساعة هنا بالمتر كل سانية فلازم يخليهم الاثنين زي بعض فحول الاثنين وسبعين كيلو متر كل ساعة إلى متر كل سانية يعني هضرب في 5 على 18 لما اضرب 72 في 5 على 18 هيطلع معايا الناتج 20 متر لكل سانية طلب مني طلب مني النسبة يعني نسبة يعني اسم سرعة الاولاني على سرعة التاني سرعة الاولاني طلعت معايا كام 20 يبقى له بيساوي 20 وسرعة الجسم التاني كام 20 عشرين على عشرين فكام فالواحد يبقى الاختيار الصحة رقم بي اللي هي واحد أبسط أنواع الحركة يترى الحركة في منحنة في اتجاه واحد ولا الحركة في منحنة في اتجاهين ولا الحركة في خط مستقيم في اتجاه واحد ولا الحركة في خط مستقيم في اتجاهين طبعا الصحة لرقم سي الحركة في خط مستقيم في اتجاه واحد مفهوم الحركة لجسم يعني سبات موضوع بتغير الزمن هل الجسم يكون سبت طبعا لا تغير موضوع بتغير الزمن طبعا ده صح يبقى اللي جابه رقم بيه سرعته وعجلته وغلط طبعا الكلام ده رقم عشرة يخطب المصطلح العلمي تدل على المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن طبعا ده عبارة عن السرعة هنكتفق بكم ده كده وان شاء الله مرجعين كامل عشان لسا فيها سلة كتير ما تنسوناش من صالح دعواكم كان معكم استرطارة وإلى اللي كانوا في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر